موسيقى نشرة الاخبار من قناة عدالنا الفضائيان نستهلها بابرز العناوين موسيقى الحكومة تؤكد ازديادا عدام الامن الغذائي في بلادنا بسبب انكماش الاقتصاد الوطني نتيجة اشعال الميليشيات الحوثية للحرب موسيقى الامم المتحدة تعلن الانتهاء من نقل ثلثي حمولة الناقلة صافر المتهالكة قبالة سواحل الحديدة الى السفينة البلدي البديلة اليمن موسيقى ميليشيات الحوثي تحول مدرسة حكومية في الحديدة الى معسكر تدريبي وتختطف مواطنة نازحة في مدينة افل موسيقى 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 من العناوين الى التفاصيل اهلا بكم اكدت الجمهورية اليمنية ازديادا عدم الامن الغيذائي في بلادنا في ظل استنزاف قدرة الحكومة على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني بمقدار النصف نتيجة الحرب واستمرار التهديد والهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت الاقتصادية الحيوية والموانئ النفطية حيث خسرت البلاد قرابة مليار ونصف المليار دولار منذ اغسطس العام الماضي كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كافة انحاء البلاد ناهيك عن اثار تطورات الاحداث العالمية التي زادت من حدة ازمة الامن الغذائي في بلادنا وغيرها من دول العالم المتأثرة بالنزاعات والتحديات المناخية جاء ذلك في كلمة بلادنا التي القاها الوزير المفوض مروان علي نعمان القائم باعمال المندوب الدائم لبلادنا لدى الامم المتحدة خلال جلسة مجلس الامن رفعة المستوى حول المجاعة وانعدام الامن الغذائي الناجم عن النزاعات وشددت اليمن على ضرورة العمل على تعزيز الاجراءات الاستباقية للتنبؤ ومنع حدوث اية ازمة في امدادات الغذاء من خلال التنسيق ومشاركة المعلومات والبيانات بين الاطراف المختلفة وتطوير آليات تحليل الازمات والاستجابة الفورية منبهة الى ان اليمن من الدول الادنى انتاجا لانبعاثات غازات ثاني اكسيد الكربون الا انها من اكثر المناطق عرضة للاثار الضارة لتغير المناخ ونتيجة الانقلاب الميليشيات الحوثية منذ تسع سنوات تخلفت اليمن عن الركب في قطاعات عدة لأسيما تلك المتعلقة بالاستثمار في تحسين البنى التحتية الزراعية وتمية الريفية لمعالجة الاسباب الجذرية لانعدام الامن الغذائي اكد مصدر اعلامي في البنك المركزي دخول ما يقارب مليار ريال سعودي الذي يمثل الدفعة الاولى من دعم الموازنة العامة للدولة وثمن المصدر هذا الدعم السخي والمستمر للاشقاء في المملكة العربية السعودية لاشقائهم في الجمهورية اليمنية خاصة في هذه المرحلة الصعبة والاستثنائية منوها ان هذا الدعم سيمكن الحكومة من تجاوز كثير من الاختناقات والوفاء بالعديد من الالتزامات الضرورية والملحة كما سيمكن البنك المركزي من المحافظة على استقرار السعر صرف العملة والتحكم بمعدلات التضخم والاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهامة والضرورية بتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات في الحكومة والدولة اعلنت الامم المتحدة الانتهاء من نقل ثلثي حمولة الناقلة النفطية الصافر والمتهالكة قبالة سواحل الحديدة الى السفينة البديلة اليمن وذلك بعد قرابة ايام من بدء عملية النقل وقال مدير الانمائي للأمم المتحدة كيمشتاينر ان كل يوم يقترب بنا على اكتمال عملية انقاذ الناقلة صافر مؤكدا انه تم نقل 680 الف برميل الى الناقلة البديلة اليمن ولفت الى ان الكمية التي تم الانتهاء من نقلها تعادل 60 بالمئة من المخزون النفطي في صافر والبالغ مليون ومئة الف برميل تقيبا وكانت الامم المتحدة قد اعلنت في الخامس والعشرين من يوليو المنصر بدء عملية نقل النفط من صافر الى السفينة البديلة اليمن وذلك عبر شركة سميت سالف جي الهولندية والرائدة في مجال الانقاذ البحري نقش فريق العقوبات التابع لمجلس الامن الدولي بعدا مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان التعاون بين الجانبين وتبادل المعلومات واستمرار التواصل والتعاون في عدد من القضايا المهمة والمتعلقة ببلادنا واضح رئيس اللجنة الوطنية القاضي احمد المفلحي ان اللجنة بصدد اصدار تقريرها الحادي عشر والذي تعمل حاليا على استكماله ووضع اللمسات الاخيرة عليه ومن المقرر اطلاقه خلال الاسبوع القادم وطرح فريق الخبراء في اللقاء الذي يعد الثاني من اللجنة الوطنية خلال العام الجاري 2023 عدة ساؤلات عن بعض الانتهاكات التي حققت فيها اللجنة والتي سيشملها تقرير الفريق المزمع اطلاقه في شهر ديسمبر المقبل كما اطلع الفريق رئيس وعضاء اللجنة عن حاجته الى مجموعة من المعلومات المتعلقة بعماله سواء ما يخص حقوق الانسان والمواضيع الاخرى التي تشملها ولايتهم واعربت اللجنة عن استعدادها لتقديم المعلومات اللازمة للفريق الاممي ميدانيا دشنت قيادة لواء سقور اليمن دورة قيادة سرايا مشاه جبلي في اطار البرنامج التدريبي الذي ينفذه اللواء في مرحلته الثانية للعام التدريبي 2023 في مركز السقور التدريبي بمحور قطابر صعدة وفي حفل تدشين كدقائد اللواء العميد امين السويدي اهمية الدورات العسكرية المتخصة في رفع مستوى الجاهزية القتالية والمعنوية لمنتسبي اللواء وبما يؤدي الى تنفيذ المهام الموكلة في مسرح العمليات بكفاءة عالية وباقل التكاليف مشيدا بالمهارات القتالية العالية والمعنويات المرتفعة التي يتمتع بها ابطال سقور اليمن واوضح ان هذه الدورة جزء اساسي من البرنامج التدريبي الذي ينفذه اللواء في مرحلته الثانية للعام التدريبي وذلك في اطار السعي المتواصل للارتقاء بمستوى القيادة لضباط اللواء للقيام بدورهم البطولي واستكمال مسيرة التحرير اليمانية الخالدة واكتثاث جذور المشروع الايراني الطائفي البغيض من كل تراب الاراضي اليمنية الطاهرة وعبر العميد السويدي عن شكره للدعم الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للقوات المسلحة اليمنية المرابطة في محافظة صعدة البعق الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية الارهابية المدعومة من ايران في الحديدة استشد الطفل محمد امين اسماعيل مجهص بانفجار لغم حوثي في منطقة ضمي جنوب مديرية حيس محافظة الحديدة وافاد قائد الفريق السادس والعشرين مسام المهندس سامي سعيد بمقتل الطفل محمد امين عاما بانفجار لغم مضاد للدبابات زرعته الميليشيات الحوثية في منطقة ضمي بمديرية حيس واضف المهندس سعيد بان الطفل محمد امين توفي متأثرا بانفجار لغم وذلك اثناء قيامه برعي الاغنام واكد بان الفريق تلقى بلاغا عن حدوث انفجارات ليتحرك فورا لموقع الانفجار ويقوم بتأمين الموقع واستخراج بقايا الطفل ليتم دفنها في ماي بعد مشيرا الى ان منطقة ضمي تعد من اكثر المناطق تضررا بالالغام في مديرية حيس وقد قامت ميليشيات الحوثي بزراعاتها بالالغام بشكل عشوائي وعمل فريق مسام خلال الاشهر الماضية على انتزاع الالاف من المزارع ومراعي الاغنام وطرقات لكن كمية الالغام المزروعة والزراعة العشوائية للالغام هي من تسبب بمثل هذه الحوادث حولت ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران مدرسة حكومية شمالي محافظة الحديدة الى معسكر تدريبي لعناصرها من المجندين الجدد وقالت مصادر تربوية بمحافظة الحديدة ان القيادية المدعوى ابو طه الهادي مشرف الميليشيات في مديرية الزهرة ابلغ مدير المديرية ومدير التربية بنقل الطلاب الراسبين في المدارس الى الحكومية بالمديرية الى مدرسة بن نعمان بحجة اقامة دورة تنشيطية لهم الا انه تم تحويل المدرسة الى معسكر تدريبي يستهدف طلاب الراسبين والاطفال لتدريبهم على القتال ومن ثم ارسالهم الى الجبهات بعد تعبئتهم بالافكار الطائفية هذا وتستغل الميليشيات تلوضاع المادية الصعبة لاولياء الامور لدفعهم لتجنيد ابنائهم في صفوفها بعد رفعها الرسوم الدراسية ومضاعفتها على الطلاب لدفعهم لتسرب ومن ثم الحاقهم بمعسكراتها وتحويلهم لمقاتلين اقدمت عناصر الميليشيات الحوثية بمدينة ابو على اختطاف مواطن نازح في مدينة ابو وقالت مصادر محلية ان المواطن حسن الواحد من ابناء تعز تعرض للاختطاف بعد ابلاغه من قبل مسؤولة حوثية بالحضور لاستلام سلة غذائية من احدى المنظمات التي تشرف عليها الميليشيات الحوثية وحسب المصادر فان الميليشيات قامت باختطافه من المكان المزعوم واداعه السجن ولفتت المصادر الى ان المسؤولة الحوثية كوكب الفضلية المنتحلة لصفة نائب مدير مكتب حقوق الانسان بمحافظة ابو هي من اختطفت المواطن النازح بهدف اجباره على الخروج من احدى الشقق التابعة لمكتب الاوقاف حيث تسعى لسيطرة على الشقة والسكن فيها واخراج النازح الواحد واسرته منها الان الى حالة تطاقص درجات الحرارة خلال الاربع والعشرين الساعة القادمة اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر الحكومة تؤكد ازديادا عدم الامن الغذائي في بلادنا بسبب انكماش الاقتصاد الوطني نتيجة اشعال الميليشيات الحوثية للحرب الأمم المتحدة تعلن الانتهاء من نقل ثلثي حمولة الناقلة صافر المتهالكة قبالة سواحل الحديدة الى سفينة البديلة اليمن ميليشيا الحوثي تحول مدرسة حكومية في الحديدة الى معسكر تدريبي وتختطف مواطنا نازحا في مدينة اب وصلنا الى نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية في امان الله اشتركوا في القناة